اشتركوا في القناة المضرة بما ينفع مثل استخراج السموم او الاسحار او الاعمال او الخبايا وطبعا القمر رح يظل موجود في هاي المنزلة لغاية الساعة تسعة واثنين وخمسين دقيقة من مساء هاي الليلة الليلة الاربعة على الخميس لينتقل القمر بعدها لمنزلة الهنعة وهي منزلة تصلح للمحبة والخير والقبول طبعا القمر موجود في برج الجوزة طيلة اليوم معناته اليوم احنا مننشط في اتصالاتنا ومنشعر بعنصر الحركة بيلعب دور ملحوظ في حياتنا اليومية وبيتقلب الناس من حولنا في افكارهم وتصرفاتهم اكثر من المعتاد وبيصعب تصديق كل وعد او كلمة تقال علينا انجاز اتصالاتنا الهامة من رسائل ومكالمات وغيرها وبوسعنا ايضا الانضمام لدورة دراسية او تعلم لغة جديدة او الانضمام لعضوية نادي بالنسبة لزوايا طبعا اليوم كل زوايا اللي عنا اللي هي زوايا ما بين الكواكب الكبيرة ما في زوايا مع القمر وفي عنا زاوية اليوم رجعت ظهرت على الساحة يعني هي تشكلت في الفترة الماضية وراحت ولكن مع تراجع المريخ رجع شكلها مرة ثانية ولما يرجع للحركة الامامية رح يرجع يشكلها مرة ثالثة هاي الزاوية هي زاوية تربيع سلبية بين المريخ وبين نبتون طبعا المرة هاي تأثيراتها من اليوم 10-11 ولغاية يوم 26-11 ذروتها يوم 19-11 في تمام الساعة 43 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج بسبب هاي الزاوية بينتابنا شعور بالتشتت وعدم التركيز وبتزداد حالات التسمم الغذائي ممكن نتعامل مع بعض الأشخاص ونكتشف لاحقا إنهم بيكذبوا علينا بدهم يحذروا الأشخاص اللي بيتناولوا الأدوية لأنه بالفترة هاي ممكن يتناولوا أدوية بطريق الخطأ أو أكثر من مرة بدل دوليا على اضطرابات سياسية في بلد ما بسبب ازدياد نفوذ الجيش أو ازدياد شعبية بعض الجماعات الدينية المتطرفة وممكن تشهد هاي الفترة بعض الحوادث الطبيعية كالفيضانات أو غرق بعض السفن أو ناقلات البترول أو حرائق أو اضطرابات في قطاع الصناعة أو الصحة وبما إنه القمر بين المريخ ونبتن معناته في أمور إلها علاقة بالنفط والغاز وأيضا إلها علاقة بالسوائل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي طبعا تأثيراتها اليوم آخر يوم لتأثيراتها هي زاوية التقابل السلبية بين عطارد وبين أورانوس طبعا اليوم آخر يوم لتأثيراتها وهي بتسبب التعب والقلق والحذر والميل للكآبة وبتحد من خيالنا وبتجعلنا شاردين الذهن ومتقلبين وبتعرضنا للإرهاق اللي بيضر بصحتنا طبعا بدنا ننتبه أثناء تناقلاتنا لأنه بالفترة هاي بتكثر حوادث السير أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التقابل السلبية بين الشمس وبين أورانوس وهي تأثيراتها لغاية يوم 12-11 بيتمرد بعض الأشخاص وبيتصرفوا دون اكترات للعواقب كما أنه بيتمرد بعض الأبناء على أهليهم قالبا في تشكل هاي زاوية بيصير بعض الثورات والانقلابات العسكرية والاغتيالات في مثل هاي الوضعية وبرضو بالدل على تغييرات أو أزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال إضرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحرية العامة وبرضو بالدل على حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران إيجابية ما بين الشمس وما بين عطارد وهي التاثيرات لغاية يوم 14-11 وهي زاوية بتعزز قدراتنا الفكرية وبتسهل علينا فهم موضوع علمي صعب تعذر علينا فهمه بالفترة الماضية وبيزداد التوجه لإجراء اتصالات أو تنقلات أو سفريات ضرورية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية بين الشمس وبين زحل وطبعا هي تاثيراتها لغاية يوم 15-11 بتخلق مصاعب وعرقيل بتحتاج منها بذل الجهد والتصميم والإرادة لتجاوزها وبتدل على تراجع اهتمام الحكومة بمؤسسات الدولة وتراجع المنتوج الفلاحي وقطاع التعدين والمناجم وصناعات الثقيلة واضطرابات في البورصة والأسهم والقيم المالية وقلة اهتمام الحكومة بدور العجزة والمتقاعدين والفلاحين وعمال المناجم وبصير فيه نوع من أنواع تضييق الخناق الأمني على الشعب وهذا الشيء بيزيد برضو من نفوذ المحافظين والتطرف والتعصب لدى بعض الجماعات أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تربيع سلبية منفصلة ما بين زحل وما بين أورانوس وتأثيراتها لغاية يوم 16-11 هذه زاوية بتخلينا مندفعين في تصرفاتنا ومتمردين على كل القيم والعادات وبتدل على تغييرات أو إزمات مفاجئة في حكومة ما واحتمال وقوة حوادث طبيعية مدمرة كالعواصف والزلازل وسقوط الطائرات وحوادث إلها علاقة بالسك الحديد وبتدل كذلك على اضطرابات واشتباكات مع السلطات بسبب تضييق الخناق على الحريات العامة أما بالنسبة للزاوية اللي اليوم رح تتشكل ذروتها فعندنا أول زاوية هي زاوية التربيع السلبية ما بين عطارد وما بين زحل وهاي طبعا هي مستمرة يعني تأثيراتها لغاية يوم 11-11 اليوم ذروتها الساعة 7-51 دقيقة صباحا بتوقيت جرينج فأي زاوية هي سبب في حالة التشتت الفكري اللي بتصيبنا وعدم التركيز وهذا الشيء بيصاحب علينا إيجاد حل المسائل كما أنه بيجعلنا عصبيي المزاج ومنرتكب الأخطاء ومنتهور وهذا وقت غير صالح للشراكات أهم شنكولات اعتمدوا على الحدث في هاي الفترة هاي الزاوية بتدل على جدل سياسي قائم بين اليمين واليسار في بلد ما وغالبا ما بتكون الكتابات السياسية متع عامل اليمين وممكن تشهد هاي الفترة احتجاجات ومظاهرات لحركة نقابية واحتمال وقوع تفجيرات أو زلازل كما أنه هاي الفترة بتشهد قمع للحريات خصوصا حرية التعبير وممكن يتعرض بعض رجال الصحافة أو الكتاب للمتابعة القضائية أو الاعتقال وبما أنه الزاوية ما بين عطارد وزحل يعني اتصالات ومواصلات بدكوا تحذروا أثناء تنقلاتكم أو حركتكم لأنه بالفترة هاي بتكثر حوادث السير أو الإصابات أثناء الحركة وأيضا المخالفات المرورية وهالكلام بيكون ممكن تكون قاصد في شيء ولكن ينفهم بشكل مغاير وهذا بشكل سلبي أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين الزهرة وبين نبتون وهذه تأثيراتها لغاية يوم 12-11 بتضفي علينا نوع من الجاذبية والقبول ابتجذب الآخرين لا إلا بالنسبة للأعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية خلال هذا اليوم طبعا عندنا الكاتفين والذراعين واليدين والجهاز التنفسي وأنابيب الشعب الهوائية والرياتين والوصلات العصبية لمهارات الاستشعار اللي هو الجهاز العصبي وأيضا جهاز الحركة والشعيرات الدموية اللي هو نظام التبادل بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية مناسب لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة يصلح لإزالة الشعر الزائد ويصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكن لا يصلح للقص العلاجي بالنسبة للقمر بما أنه موجود في برج الجوزاء معناته خلو المسار القادم رح يكون يوم الجمعة 11 في تمام الساعة 10 و 27 و 20 دقيقة مساءً بيبدأ وبيستمر حتى تمام الساعة 12 و 22 دقيقة بعد منتصف ليل الجمعة على السبت لا يستقر القمر في برج السرطان أما بالنسبة لعمر القمر طبعا عمر القمر انحسار المحدب عمره 16 يوم في تمام الساعة 13 و 11 دقيقة عصراً بصير عمره 17 يوم نسبة الإضاءة بتصير 90% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في العقرب حتى يوم 22-11 هي اليوم سعيدة بنسبة 70% القمر في الجوزاء حتى يوم 12-11 والآن سعيد بنسبة 15% في ساعات الصباح بترتفع نسبة السعادة بنسبة 45% وبتستمر لغاية ساعات المساء بعدين بتتناقص نسبة السعادة وبتصير منتحس بنسبة 25% عطارد في العقرب حتى يوم 17-11 سعيد بنسبة 30% الزهرة في العقرب حتى يوم 16-11 سعيد بنسبة 15% المريخ في الجوزاء بيتراجع حتى يوم 12-1 منتحس بنسبة 40% المشتري في الحوت بيتراجع حتى يوم 23-11 منتحس بنسبة 50% زحل في الدلو حتى يوم 7-3 منتحس بنسبة 10% أورانوس في الثور بيتراجع حتى يوم 22-1 منتحس بنسبة 10% ونبتون في الحوت بيتراجع حتى يوم 4-12 منتحس بنسبة 10% وبلوتو في الجدي حتى يوم 23-3 سعيد بنسبة 15% وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لموليد برج الحمل طبعا اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات أهم إش انكوا تفوضوا بثقة وجراءة وحاولوا الدفاع عن مواقفكم وقضيتكم ولكن بتكونوا تتجنبوا الكلام اللاذع حاولوا أنه اليوم تنشطوا بأكثر من اتجاه لأنه اليوم أنت أساسا ما رح ترتاح بسبب كثافة الأعمال فعشان هي تنهض باكر لأعمالك وحاول أنك ما تعرض نفسك للإرهاق بتتميز بفعالية عالية جدا ونشاط عالي جدا وممكن اليوم تسمع جواب بيعجبك أهم إشي أنك ما تبالغ بمصاريفك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور اليوم بتنهمكوا في ضبط ميزانيتكم ولكن بتكونوا تتجنبوا النفقات ممكن اليوم تهتموا لوضعكم المالية أو تخضوا تجربة مهمة تمتحن موقعك وخبراتك أهم شيء أنك ما تجازف بأموالك أو باستقرار وضعك المالي وتريث حتى تتوضح الأمور أهم شيء أنك ما تبالغ بمصاريفك وانتبه على أموالك من السرقة أو الضياع وإحذر من المنافقين وإحذر من المنافقين ورتب وضعك المالي بشكل جيد برج الجوزة بالنسبة لموليد برج الجوزة طبعا اليوم أنتم عندكم قدرة على مواجهة مشاغلكم وإنجاز الكثير منها وبتكثر عندكم المشاريع وبتختلط الواجبات أهم إشينكوا تكونوا جديين وموضوعيين في تنظيم الأمور حددوا أهدافكم وأولوياتكم وباستطاعتكم استدعادة المواقع وإنجاز الكثير منها اليوم رح تشعر بطاقة عالية جدا وأيضا رح تكون ملفت للانتباه لا الجنس الآخر برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان طبعا القمر موجود في بيت المتاعب لغاية مساء الغد فبناء للتعب منكم أهم شيء أنكم تضعوا سلم الأولويات للعمل الضروري والعاجل وتنتبهوا كثير لغذاءكم وراحتكم طبعا القمر لما بيكون في بيت المتاعب بيشير لها ركود وتأخر في سير الأمور فعشان هيك بتكون تحذروا من التراجع الصحي والمعنوي سريح بعيد عن الأضواء حاول أنك ما تختلق أعذار للهروب من المسئوليات المهمة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا اليوم بتنشطه اجتماعيا وبتلتخل أصدقاء وهاي فترة مناسبة لطلب استشارة أو تأييد أحدهم اليوم ممكن يتوجه لك دعوة لحضور حفلة أو مناسبة أو تسعد من لقاء الأصدقاء أهم إنك ما تبقى وحيد بل شارك في مختلف الورشات والنشاطات الاجتماعية اليوم بتستعيد حماستك وحيويتك وبتتكيف بسهولة مع الظروف والأحداث وممكن اليوم تشارك في مناسبة برج العذراء برج العذراء بالنسبة لما وليد برج العذراء بتكو تحافظوا على سمعتكم وإنجازاتكم القائمة في مجال العمل وهذا اليوم مناسب للأشخاص اللي بيبحثوا عن عمل جديد أو بدهم يعززوا علاقاتهم مع المسؤولين وحاولوا انكو تقدموا أفضل ما عندكم لعلكم تحققوا إنجاز أو تحرزوا تقدم مفاجئ اليوم ما بتهدأ سمعت أهم شيء إنك اليوم ما تهدد سمعتك بالخطر ممكن تقلق بشأن لقاء أو وضع أحد أفراد الأسرة وهذه فترة مثمرة ومهمة جدا ورح تكون أسهل وأقل إرباك إذا كنت جاهز برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اللي بيتقدم لامتحان أو مقابلة بده يستعد بشكل جيد ويعتبر هذا يوم مناسب للسفر البعيد والاتصالات البعيدة والتعامل مع الأجانب وتقديم الامتحانات الجامعية وهي فترة حافلة بالنشاطات ممكن تتلقى خبر من الخارج أو من جهة غريبة حاول تسهيل أمورك ما تعقدها ممكن تهتم بثقافية مختلفة الأمر اللي رح يشجعك على الانضمام لنادي أو جمعية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب طبعا اليوم بدكوا تدخلوا التعديل المطلوب على أموركم المالية المشتركة وحاولوا إنكم ما تسمحوا لأي شخص إنه يشكك بقدراتكم وحاولوا إنكم ما تكونوا جارحين بالكلام بل فوضوا بهدوء ودبلوماسية وكونوا حريصين على حقوقكم تتحسن الأجواء وممكن تحصل على الفرصة المناسبة اللي من خلالها بتبرر أخطاك الأجواء جيدة وأفضل من الأيام الماضية على مستوى الأموال المشتركة فممكن بعضكو ينهمك في أمور إلها علاقة بالضريبة أو بالتأمين أو بالمواريث أو بتحصيل بعض الحقوق أو إنهاء بعض المسائل المالية برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اليوم ووسعكم تعزيز شراكاتكم سواء في العمل أو العاطفة وتعتبر هاي فترة صعبة تثقل خلالها الهموم والمسؤوليات أهم شيئا أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك اليوم لا التوتر ولا الجدال وحاول أنك تعالجوا كل التطورات بموضوعية وأعصاب بردة أهم شيئا أنك ما تتسرع باتخاذ القرار الأجواء جيدة على مستوى أمور الشراكة ولكن لا تنسى أنه في بعض الضغط لأنه طاقتك بتكون ضعيفة برج الجديد بالنسبة لموليد برج الجديد طبعا بتكو تواصلوا ما بدأتم به من عمل سابق وتنتبهوا لصحتكم لأنه القمر موجود ببيت العمل والصحة فعشان هيك بتكو أول شيء تهتموا بأعمالكم وتحاضروا من بعض التراجع الصحي أهم شيء ما تسمحوا لواجباتكم بالتزامن ولا بالتراكم وبدك تكون أكثر تنظيما وتحسن إدارة الوقت اتجنب إثارة العدوات وإهمال وضعك الصحي وحاول أنك تأخذ قصط من الراحة وإهدأ وكون عند حسن الظن برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا اليوم القمر موجود في البيت الخامس فمعناته ما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا طاقتكم عالية وحاواطفكم جياشة بتكثر عندكم التنقلات والزيارات والاتصالات وبتتحسن الأجواء نسبيا بتصبح لأجواء أكثر سهولة وممكن اليوم يكون فيه لقاء طارق مع أحد الإخوة أو أحد الأبناء أهم شيء أنك تقدم لهم المساعدة والدعم تعتبر هاي فترة ممتازة جدا وطاقتك عالي جدا عن مستوى الحضوض وعلى مستوى العاطفة فترة ناجحة ومطمنة برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا اليوم بتنهمكوا بأمور إلها صلاة بالبيت والعائلة أهم شيء أنكم ما تتهربوا من المسؤوليات وإن كثرت حاولوا أنكم تنظموا وقتكم بشكل جيد عشان تتفادوا أي تقصير وحاولوا أنكم ما تبخلوا على العائلة بالعاطف والنصائح لأنها هاي فترة مناسبة أيضا للارتباط ممكن تشعر بالانزعاج أو القلق حول مسألة عائلية ولكن النشاط الاجتماعي والعائلة تحديدا وامور اللي إلها علاقة بالبيت هاي أكثر الأشياء اللي بتهمك ممكن يكون في عندك مناسبة أو يكون عندك بعض التصليحات والترميمات أو معالجة أمر عائلي هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر